السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أتمنىكم تكونوا مزيانين والصحيحة لكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في فصفة أمي أمن نجيحة اقتراح جديد إن شاء الله وصبح جديد معكم إن شاء الله سنقتصم معكم هالتحلية أو ديسير الرائع رائع بمعنى الكلمة صراحة اللي داق هالتحلية يجبوه وكيجيه لديد وبنين هذه ليست غير بشهادتي ولكن بشهادت الجميع نتمنى أنكم تجربوه اللي جربتوا فيكم ما تنساش تكتب لي يا غي تقول لي كيف جاها واشا جاها زويل ولا مش زويل المهم غير نعرف بأنا كيف جاكم واش الأضواق بحل بحل ولا أنا زيدة فيه شوية واخر إن شاء الله سنتعرفوا على الطريقة والمكوين لدي هنا واحد الكيمية ديال الفروتة المهم إلا بغيتوا تديروا الفروتة تقدروا تديروها في هذا ديسير إلا ما بغيتوش تستغنوا عليها نهائيا ماشي مشكلة الديسير ديالنا والتحلية ديالنا راح كتجيب بنينة بلا فروتة كإضافة بغيتوا تديروا الفروتة أي نوع ديال الفروتة عندكم ستقطعوها طريفة صغر و ستوزعوها في الكيسان وللإشارة هذه الفروتة أو هذه التحلية اللي بغيتوا تديروها في مول واحد ستقسموها في كيسان كيفما أنا درت أنا سأديرها معكم بجوش سأديرها معكم في مول صغير و سأديرها معكم في الكيسان المهم أنا سأخصنين كتر شوية لأنها بنينا و كان بغيتوا نزيدو شوية المهم كيف ماشتوا قطعت الفروتة و حاولت نزعوها كالكيسان بشكل متساوي باش كل شي يأخذ الفريز و كل شي يأخذ لبانا حتى واحد ما يبقى حقا المهم بالنسبة للفروتة ديالنا و للحليب ديالنا اللي غادين بريباريو سأدير الكيمية صراحة أديرك كيمية ديال إطرو لا أريد إطرو الحليب سأدير تقريبا نص إطرو ديال الحليب بالنسبة لعبار ديالو هكا جوج كيسان و مش شوية كيجوني أنا بهذا الكاس المهم أن اقدرت جوج كيسان عامري للمزين ديال الحليب المهم ما ندوخكمش ديرو إطرو بغيتوا ديرو إطرو ديالحليب كلو غادي ديرو بغيتوا تخلطو بالبانا وهذا صراحة بهذا البنة والحليب يعني هاد الكريمة السائلة يعني كي يجيل ديد بزاف إلا كانت دامة مل أحسن تدروها كيف ماشتوني دلت نص طرو ديال الحليب مع نص طرو ديال هاد البنة الكيمية متساوية كيف موقت لكم ما توفرتش و لما بغيتوش تدروها غادي تدرو غير الحليب بوحديتو الى توفرت مل أحسن كتعطينا واحد الماضاق اللي يزوين بزاف صراحة بالنسبة لي انا هنا سكر غادي نضيف غير واحد المعلقة مع مراش مزيان ديال السكر علاش لان هذه البنة عندي حلوة إلا جاب الله كانت عندكم هذه الكريمة السائلة يعني مسوسة خادي تديروا قياسكم ديال السكر غادي تديروا اربعة ديال المعالق ولا ثلاثة امو يمع لحسب الضوء ديالك هنا اضفت واحد الكيمية من اللوز مطحون اي نوع المكسارات عندكم تقدروا تطحنوه وتديروه يعطي حتى هو بنال هاد ديال ديالنا تقريبا واحد جوج معالق هاكاك ديال اللوز مطحون غادي نضيف عليهم الفلون كاراميل الفلون حتى هو عندي عفوا حلو يعني ذاك شي لاشما درت السكار بساف الفلون حلو و الكريمة حلوة كيف مشتوني درت صاشية كبيرة ديال الفلون إلا كانت عندكم صاشية صغيرة يعني كتكفيني في طرق ديال الحليب كنحرك مزيان 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 ممكن حيان نحرك ذاك البودرة ديال الفلون مع التحريك يعني كنبقى مرا مرة كنبقى مرا مرة كنبقى مرتدي باش ما يتلسقش ليها لدي في اللقاع ديال الكاسرونا وكنخلي الكاسرونا حتى تغلي يعني الطريقة ديال الفلون ديالنا العادي كنخلي حتى تطلع الغلية و تبدا يفريض هكا الحليب أعاد كنحيده فوق الوطن بها الطريقة كيف مما شفتوه ومعما نطلع فيه الغلية سوف يراه كافي مباركة سوف نصبه في الكويسات المهم راني هاد الكاثرونة راني كندح دح معها لان اصلا مصلحش لينكوب بيها صراحة ولكن قلت سوفي العجزة مش نخويها في شي حاجة قراءة معجازة شوية خويتها مباشرة وراني كان شرشر كن شرشر في الحليب المهم قبله رمضان والصيام وبنادي مزرباء نخصو غير يعني لم يقوي عليه قوة المعنو والاخر كي قضي المهم كيف ماشته في الكويسات وكيف موقت لكم إذا بغيتوا تديروا في شي مون بنفس الطريقة تحطوها كالفواكي إذا بغيتوا وتقطعوها على هذا الشكل وتكبو الحليب انا هانتو ما كنشوفوا خلات لي هاد ليطرو خلالي هاد الربعة ديال كيسان اراه كبار صراحة هاد الربعة ديال كيسان وشط هاد الشي هني درتو في هاد طويجينة يجي بنين هاد ديال طويجينة يجي حسن ملكاس المهم غادي نخليه يبرد طبعا حتى برد يعني خليته هكا في فوق البطاجي حتى برد ومن بعد دخلته لتلاجة شوية يشد راسه هو شد راسه أصلا غير لما ندخلوه لتلاجة ركيش يدرسه ولكن ضروري ندخلوه لتلاجة باش كي يزيد يبرد شوية معانا او كنبغيوها كبارد حتى كنبغيوهن يعني نقدموه عاد كنجبدوه هادي غادي نندموه لها ونحطها في التبصيل باش شوفوا الشكل ديالها كيفاش كي يجي باش قلت لكم إذا بغيتوا تدروها في مول كبير راته هي كتعطي منظر زوين وكي يجي الشكل ديالها رائع كيفما كتشوفوا الشكل ديالهم هادو كل نقيطات اللي كتشوفهم وراء هادو كل الحبيبات دياله زياني حتليه كيفما كتشوفوا شوش الشكل ديالها كيفاش كي يجي كي يجي غزال وإلا عادرتوها بشي مول يعني مزوقوا ولم عندو ذاك الحرادي فولرها غادي يجيكم الدكور زوين صافي هدية تحلية ديالنا إلا بغيتوا تسينوها اختياري أنا زينتها هنا بشوية ديال النطشي أبغيتوا اشتراها كافية المهم أنا كنضمن لكم المعداق ديالها كي يجي رائع بزف بزف يو الشكل تفننو فيه كيفما بغيتوا كما يحلو لكم كانت هدية تحلية ديال اليوم نتمنى أنها تنال إعجاب ديالكم وكنت من الملي جربتها تخلي لي في التعليق بأن أرى كيف جاتها المهم جاتها زوينة تقولها لي إلا ما عجبتها تقولها لي نخليكم مع التحلية بصحتكم وراحتكم إلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله تبقوا على خير وتحلوا فريسكم وباي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر